نوقفنا في الفيديو اللي فات على الـ Types of Decision Making Environment وكننا أخذنا Type 1 ووقفنا عند Type 2 Type 2 اللي هو Decision Making Under Uncertainty اللي هو اتخاذ القرار تحت عدم التأكل This decision maker doesn't know the capabilities of the various outcomes يعني الـ Decision Maker صنع القرار مش بيكون عارب الـ Probabilities او الاحتمالات بتاعة الـ various outcomes على عكس الـ Decision Making Under Certainty بيكون No مش doesn't know Type 3 Decision Making Under Risk هو بيعمل عملية الـ Decision Making ولكن تحت الخطر The decision maker knows the probabilities of various outcomes الـ Decision Maker صنع القرار بيكون عارب الـ Probabilities او الاحتمالات بتاعة الـ various outcomes اللي هي المخرجات المختلفة Decision Maker making Under Uncertainty هناخد الثلاث انواع بكل واحدة بشيء من التفصيل There are several criteria of making decision under uncertainty فيه اكثر من Criteria للـ Decision الـ Making Decisions Under Uncertainty فيه خمسة أول واحد اللي هو Maxi Max او بن قصين Optimistic متفائل Maximin Decimistic Criterion of Realism هرج اسم العالم Equally Lightly أو الـ Plus واخر حاجة الـ Mini Max أو Regret طيب هناخد اول مثال او اول موضل اللي هي الماكسي Max Used to find the alternatives that maximize the maximum pay-off بستخدمها عشان احدد الماكسيمايز أو ماكسيمام pay-off اقصى حاجة ممكن ان انا احصل عليها للـ Pay-off Locate the Maxi Max pay-off for each alternative هحدد اكتر حاجة في الماكسيماكس لكل alternative لكل بديل في الاول هيكون عندي الف ميةين الف ده اكتر حاجة وبعد اما اشوف احدد الماكسيمام احدد بقى اكتر حاجة Select the alternative with maximum number ايه اكتر نمبر في التلاتة دوت هيكون المتين الف يبا في الماكسيماكس انا بحدد اكبر اكبر حاجة من الـ Alternatives او من البدائلة اللي عندي فالأولة كانت ميتين الف التانية كانت ميت الف التالتة كانت زيرو اذا انا اختار المتين الف اعتقد دي سهلة ما تبقاش حالي طيب الماكسي من نركز بقى ام used to find the alternatives that maximize the minimum pay off برضو ركزوا في الحاجات دي لانه هي ممكن تيجي نظري يعني الشرط ان هو يجب لي الجدول يعني يجب لي او او اي اختيار رقم اتنين او ايه اختيار رقم اتنين انا هنا بسي مستك انا متشائم فبشوف اكتر حاجة سيئة ممكن تحصل اكتر حاجة سيئة ممكن تحصل ان انا اخسر 180 اولا. ثاني حاجة ان انا اخسر 20 الف. الثالث حاجة اللي هي صفر. واختر اكبر حاجة منهم. اكبر حاجة من السالب 120 الف والسالب 20 والزيرو هتبقى الصفر. لان كل لما بنزل بالسالب كل ما بيكون عالم نصر. فاكبر او اكبر قيمة من الثلاثة دول هتكون الزيرو دي اللي بقول عليها ماكسي من. ثالث اه حاجة معنا اللي هي او الهيرت. عويت افريج. كمبراز بتوين اوب. اوبتيميستيك اند بسيميستيك. هيقارن ما بين الاوبتيميستيك حالة التفاقل وحالة الاستشاو. اول حاجة سيليكت. كو اوفيشنت او برياليزم. بحدد معامل لرياليزم ويكون الفة. كو اوفيشنت از بتوين زيرو اند وان. الكو اوفيشنت ده غالبا ما بيكون ما بين الصفر وما بين الوحد. يعني القيمة اللي هي واحد ده مية في المية هيكون اوبتيميستيك اللي هو الماكسي ماكس. طبعا الصفر يبالعكس. كمبيوت the weight average for each alternative. بحدد the weight average كل alternative. select the alternative with the highest value. في الاخر بحدد الالترنتيب اللي في اكتر قيمة او اكتر عائد او اكبر بيوف. weight average equal. عشان احدد الweight average. بقول الفة في الماكسيمام in row. بلس واحد نقص الفة في المينمم. ناخدها في المسال. for large plant alternative. سي مثلا ان الفة بتتاوي تمانية من عشر. تمام? يبقى تمانية من عشرة في الفين. في ميتين الف. دي اكبر حاجة. بلس واحد نقص. الثمانية من العشرة في اللوز اللي هو سالب مية وتمانين الف. هيديني مية اربعة وعشرين الف. تمام? نعمل نفس الخطوات للسمال بلان. هيبقى الالفة برضو تمانية من عشرة. نقول تمانية من عشرة في ميت الف. سائل اتنين من عشرة في سالب عشرين الف ستة وسبعين. ونقف عند الجزئية دي.